في ظل ترقب الشارع العراقي الموجة الثانية من انتفاضة تشرين التي من المتوقع أن تخرج يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر تكرر القرار الحكومي بالتريث في إعلان نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين ليزيد احتقان الشارع العراقي في وقت تحدثت فيه مصادر عن ضغوط سياسية واجهها الحكومة من أجل إخضاع النتائج لعملية فلترة سياسية قبل إعلانها ما يزيد من الشكوك عن مدى قدرة الحكومة على إعلان النتائج بشفافية ومع تلك الأجواء المتشنجة استطاعت لجان التحقيق أن تبرئ ساحتها وتلقي بالمسؤولية على عاتق الحكومة التي بدأ موقفها ضعيفا ومرتبكا للغاية ففي حال أعلنت النتائج التي توصلت إليها اللجان فإنها ستحرج من قبل حلفائها السياسيين الذين لهم صلة بقادة أمنين أدين في التحقيق وفي حال أخضعت النتائج للتعديل فإن موقفها سيفضح أمام الشارع العراقي ووفقا لمسؤولين مقربين من مكتب عبد المهدي فإن ضغوطا سياسية تمارسوا على الحكومة لإجراء تعديل على تقديد اللجنة مشيرين إلى أن أغلب المشمولين بتوصيات اللجنة من الضباط والقادة الكبار ممن ستصدر بحقهم أوامر قبض لهم ارتباطات بأحزاب وجهات سياسية لها نفوذ في الحكومة وفي هذا السياق قال مصطفى سند رئيس خلية المتابعة في مكتب عبد المهدي إن اللجانة التحقيقية خرجت بتوصيات عدة منها إعفاء مناصب عليا كقادة شرطة ومدري استخبارات في محافظات عديدة فضلا عن أوامر قبض شملت عدد من الضباط الأمنيين مؤكدا أن بإمكان الضباط الذين تم اعتقالهم أو المتهمين أن يدلوا من أين وصلتهم الأوامر بحسب جهات ارتباطهم العليا المعلومات الخطيرة والمسؤولون الكبار الذين شملهم تغرير اللجنة يضعان الحكومة على المحك بعد أن كانت أولى النتائج المباشرة لحملة القمع خسارة العراق مقعده في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقبل ذلك خسارة مئات الأرواح التي أزهقت بآلتها العسكرية ورصاص الميليشيات وأي تزوير للنتائج فإن انفجارا وشيكا ينتظرها قد لا تستطيع تداركه بلجان التحقيق أو بيانات الإدانة